اهلا بكم اصدقائي في هذا الفيديو الذي هو اول حلقة من سلسلة فيديوهات سوف نخصصها لاخبار التحديثات ودائما مع تحديث هندرويد 11 الذي يصل الى هواتف اخرى جديدة لشركة سامسونج وموتورولا ووان بلاس والشاومي والريالمي ابقوا حتى الاخر ولا تنسوا الضغط على لايك حتى نتأكد من انكم تريدون هذا النوع من الفيديوهات قبل البدء اريد ان اجيب على بعض الاسئلة التي طرحت في قسم التعليقات والمتعلقة بانواع محددة من الهواتف وعن موعد وصول التحديث لها فمثلا موعد وصول تحديث اندرويد 11 لهاتف اي 10 من المحتمل يصل في سبتمبر كذلك بالنسبة لجالكسي تاب اي 8 في شهر يونيو القادم من المحتمل يصل التحديث لهاتف اي 41 اما في يوليوز اي الشهر السابع فمن المحتمل يصل التحديث للهواتف التالية جالكسي اي 12 جالكسي اي 20 اي جالكسي اي 30 اما في غشت فمن المتوقع يصل التحديث لهاتف جالكسي اي 30 اس نعود الان الى موضوعنا الاساسي ونبدأ بنوكيا الاكيد ان ملاك هواتف نوكيا 4.2 سوف يتوصلون بتحديث اندرويد 11 مع نهاية شهر ماي وسوف يكون التحديث بحجم جيجا ونصف هذا الهاتف الذي بدأ باندرويد 9 في عام 2019 وعشرة في 2020 الان يتوصل باندرويد 11 في 2021 في العام الماضي اصدرت HMD Global خريطة طريق لتحديث اندرويد 11 لهواتف نوكيا الذكية بما في ذلك ما مجموعه 15 هاتفا ذكيا من المفترض ان تحصل على احداث استار من اندرويد 11 بين 2020 و 2021 تم تاخير عدد قليل منهم وبينما كنا نظن ان الباقي سيحصل على اندرويد 11 خلال الاطار الزماني الموعود سيتعين على مالكي بعض الهواتف الذكية في الواقع الانتظار اكثر للحصول على اندرويد 11 اصدرت HMD خارطة طريق محدثة لتحديث اندرويد 11 لهواتف نوكيا الذكية تخبرنا ان نوكيا 6.2 وال7.2 وال9 Pew View التي كان من المفترض ان تحصل على اندرويد 11 في وقت ما في الربع الثاني من عام 2021 ستتلقى الآن في الربع الثالث من العام بين يوليو وسبتمبر ومع ذلك فان قائمة الهواتف الذكية المقرر حصولها على اندرويد 11 في هذا الربع تشمل نوكيا وان بلاس وال5.4 وال1.4 وال2.4 وال1.3 وال2.3 وال3.4 وال5.3 دعونا نرى ما اذا كانت الHMD ان كانت سوف تلتزم بالجدول الزمني هذه المرة الآن مع جديد تحديثات Realme تصدرت Realme التحديث التابت Realme UI 2.0 المستند الاندرويد 11 للRealme 6 Pro والRealme 7 Pro في الهند انه يجلب واجهة مستخدم وميزات جديدة لكل من الهواتف الذكية بما في ذلك ثلاثة عنمات Dark Mode والشحن الليلي المحسن والTune Tunes والSleep Capsule التغيير في Realme UI 2.0 هو نفسه لكل الهاتفين يأتي تحديث Realme UI 2.0 لل6 Pro برقم الإصدار التالي لكنك لن تستلمه إلا إذا كان هاتفك الذكي يعمل بالإصدار التالي الشيء نفسه ينطبق على Realme 7 Pro يجب أن يكون على برنامج ثابت بإصدار لتلقي تحديث Realme UI 2.0 مع الإصدار التالي ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث المستقر يتم طرحه فقط لأولئك الذين لم يكونوا جزءا من برنامج Open Beta كما تقول Realme إنها أصدرت بالفعل أحدث إصدار لمستخدمي Open Beta ومع ذلك فإن Realme تقوم بزرع بنية Realme UI 2.0 المستقرة لعدد محدود من المستخدمين في الوقت الحالي وسيبدأ طرح أوسع في غضون أيام قليلة إذا لم يتم العثور على أخطأ نمر الآن إلى تحديث هواتف متورولا صحيح أن نملك هذه النوعية من الهواتف قليلون في إفريقيا إلا أنه كثر في القارة الأمريكية بدأت متورولا في طرح Android 11 للوان إبتر الشهر الماضي بدءا من البرازيل والآن أصدرت الشركة حرف إصدار من أندرويد للهاتف الذكي سناب دراجون 675 في الولايات المتحدة ويأتي برقم الإصدار التالي لا يتوفر سجل تغيير مفصل للتحديث ولكن يمكنك توقع الأشياء الجيدة المعتادة في أندرويد 11 بما في ذلك فقاعة الدردشة والأذنات لمرة واحدة لم تقم متورولا بتحديث صفحة تعم البرامج الخاصة بها ولكن يمكنك توقع مطالبة بالتحديث على وحدتك في غضون أسبوع أو أسبوعين الآن قبل الوصول لسامسونج نعرجه على الوان بلاس حصلت الوان بلاس سيفن والسيفن برو والسيفن تي والسيفن تي برو على تحديث أندرويد 11 في مارس والآن يصل تحديث أندرويد 11 لجهاز الوان بلاس سيفن تي برو 5G يحمل برنامج الإصدار التالي ويأتي مع تصحيح أمان أندرويد في أبريل 2021 نصل الآن إلى هواتف سامسونج حيث لدينا أربع هواتف من المحتمل أن تتوصل بالتحديث في الأيام المقبلة خلال الأيام القليلة الماضية عاملت سامسونج على دفع حدث إصداراتها التي تعمل بنظام أندرويد 11 إلى هواتف جالكسي M-Series والA-Series ذات الأسعار المعقولة أصدرت الشركة الآن تحديث أندرويد 11 المستند إلى الوانيو آي 3.1 لهاتف ذكي آخر ميسور التكلفة أحدث ترازه هو جالكسي A11 الذي تلقى أولا ترقية رئيسية لنظام التشغيل على شكل أندرويد 11 من الواضح أن التصميم الأحدث سيوفر ميزات جديدة للهاتف الذكي في الوقت الحالي يتم نشر التحديث في منطقة أمريكا الوسطى لنكون أكثر تحديداً بباناما يمكننا أن نتوقع طرحة نوسع نطاقاً في الأيام المقبلة يأتي تصحيح الأحدث على جالكسي A11 برقم الإصدار التالي نظراً لأنه تحديث رئيسي فقد يتطلب جزءاً كبيراً من البيانات على الرغم من أنه من الصعب في الوقت الحالي افتراض ما إذا كان سيأتي مع تصحيح الأمان لشهر أبريل 2021 أو تصحيح الأمان في مايو 2021 عند الحديث عن التغييرات والميزات يمكن لمستخدمي جالكسي A11 استخدام ميزات مثل المشاركة الخاصة والمشاركة القريبة والآي كومفورت والسامسونج فري شيلد وإزالة بيانات الموقع وميزة التبديل التلقائي إلى جانب بعض الميزات الأخرى بعد التحديث إلى أندرويد 11 يمكن للمستخدمين أيضاً الوصول إلى الميزات الأساسية لأن دهم أندرويد 11 في الوقت الحالي لا يتوفر لدينا تغيير التحديث إضافة إلى هاتف A11 هناك A12 وGalaxy A02s يحصل A12 على One UI 3.1 Co في روسيا مع إصدار البرنامج الثابت التالي جنباً إلى جنب مع تصحيح الأمان لشهر مايو تحصل A02 أيضاً على البنية الأساسية لل One UI 3.1 عبر تحديث الإصدار التالي الذي تم رصده في روسيا الغريب أن هذا التحديث يأتي مع تصحيح الأمان للشهر الماضي في أبريل بدلاً من الإصدار الأحدث من مايو يجلب كل التحديثين الأشياء الجديدة المعتادة لنظام أندرويد 11 والتي تشمل وذونات لمرة واحدة وأدوات تحكم ذاتية محسنة في القفل ورفاهية رقمية محسنة وفقعات دردشة وغير ذلك الكثير الآن نمر إلى هاتف آخر حيث تم الإعلان عن سامسونج Galaxy M11 في مارس الماضي مع أندرويد 10 وال One UI 2.0 يتلقى تحديث أندرويد 11 مع One UI 3.1 Co إصدار أخف من One UI تم تطويره للأجهزة المنخفضة يحمل البرنامج الثابت الجديد برقم الإصدار التالي ويأتي مع تصحيح أمان أندرويد في أبريل 2021 بالإضافة إلى ذلك يوفر التصميم الجديد واجهة مستخدم محجثة لجهاز Galaxy M11 مع دا محسن وتخصيص أفضل وأذونات لمرة واحدة ورفاهية رقمية محسنة والمزيد يتم منشر تحديث أندرويد 11 حاليا في فيتنام ولكن من المفترض أن يتوسع طرحه في الأسواق الأخرى قريبا إذا كنت تعيج في فيتنام ولم تستلم أندرويد 11 على جهاز Galaxy M11 حتى الآن فيمكنك محاولة التحقق منه يدويا بالانتقال إلى قائمة الإعدادات بهاتفك في الختام أشكر كل من وصل إلى آخر الفيديو أتمنى أنكم قد استفدتم إن كانت لديكم أسئلة يمكنكم تركها في قسم التعليقات إلى اللقاء العرارات إن كانت منتعلاج كم عبارة الإعدادات ثم بينهي أزüzik و一個اء لديكم نriend